سلطة الطيران المدني العراقي جهة تسعى من خلال عملها ومساعيها الكبيرة الى تقديم جميع التسهيلات اللازمة المتعلقة بسفر المواطنين او رجوعهم الى بلدهم بالسرعة الممكنة في الايام الاخيرة الماضية تداول البعض احاديثا عن قرار لسلطة الطيران حول تعليق الرحلات الجوية واجراءات اخرى وهو ما دفع سلطة الطيران الى اصدار بيان توضيحي اكدت فيه ان تأجيل الرحلات المنتظمة لغاية الخامس عشر من تموز الجاري مع عدم شبول الرحلات الاستثنائية لعودة العراقيين والموافقة على سفرهم الى الخارج للذين لديهم اقامة في الدول المغادرين اليها جاء استنادا لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والمتعلق بالتدابير المحددة لمواجهة الوباء والذي يتضمن الموافقة على سفر المواطنين العراقين وعائلاتهم من العراق الى الدول التي لديهم اقامة فيها مع اخذ تعاهد خطي رسمي منهم بعدم عودتهم الى العراق لحين زوال وباء فيروس كورونا بشكل نهائي السلطة اكدت عبر بيانها التزامها الكامل بتنفيذ قرارات جهات العليا في العراق المتمثلة بمجلس الوزراء واللجنة العليا للصحة وسلامة الوطنية لحين حصول اي مستجد بشأن عودة حركة الملاحة الجوية في البلاد الى طبيعتها في اجراء ينبع من حرصها على ارواح ابناء الوطن وسلامتهم اشتركوا في القناة